السلام عليكم ورحمة الله اليوم أيها الأحبة سنعيش مع دعاء نبوي رائع جدا ينجيك من الفتن يبعدك عن المنكرات يقرب إليك الأعمال الصالحة يغفر ذنوبك يحبب خلق الله بك ويحبك الله أيضا بسبب هذا الدعاء دعونا نستمع إلى هذا الدعاء الجامع المانع الرائع ثم نتأمل المغزى نتذوق لذة هذا الدعاء النبوي ونحفظه معا لندعو به الله سبحانه وتعالى عسى أن نكون ممن أحبهم الله ورضي عنهم كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك صلى الله عليه وسلم انظر معي كيف بدأ النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام دعاءه بالخير والبعد عن الشر اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات انظر إلى طريقة التفكير النبوية نحن اليوم مثلا على سبيل المثال لو قدر الإنسان أن يكون مستجاب الدعوة أول ما يتجه ذهنه إلى الدنيا إلى المال المنصب الشهرة الصحة المتاع الدنيوي يتجه ذهنه دائما للدنيا بينما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعاءه اللهم إني أسألك فعل الخيرات لماذا؟ لأن نظرة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا تختلف عن نظرتنا نحن أيها الأحبة هو ينظر لهذه الدنيا على أنها فترة اختبار وابتلاء قصيرة جدا والحياة الحقيقية التي سماها القرآن الحيوان قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان يعني الحياة الحقيقية الخالدة فكان دائما ينظر إلى تلك الحياة تلك الدار الآخرة فما الذي يجعله فرحا سعيدا في الدار الآخرة غنيا هناك طبعا فعل الخيرات ما الذي ينجيه من نار جهنم وليا ذو بالله لأنه رأى النار ليلة الإسراء والمعراج وهو أكثر شخص يعلم عن النار ما لا نعلم لأنه رسول الله صلى الله عليه أنزل القرآن فانظر معي إلى النظرة النبوية للأمور أنا أريدك أخي الحبيب أن تتمتع بهذه النظرة الرزق مكتوب فلذلك لا تيأس ولا تحزن ولا تقلق ولا تعجل في طلب الرزق لأن الله كتب رزقك منذ أن كان عمرك 42 يوما حسب نص الحديث الصحيح 42 يوم جنين في بطن أمك لا يتجاوز طولك واحد سنتيمتر هكذا كتب رزقك فإذن الرزق سيأتي لا تقلق المهم كيف تكون غنيا بعد الموت وليس الآن لأنك في أي لحظة سوف تغادر الحياة في أي لحظة وما تدري نفس بأي أرض تموت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات طب هل لسان حالك أخي الحبيب اليوم تدعو الله بحرقة وبألم وصدق وإخلاص وتوجه إلى الله عز وجل ورجاء وتذلل تقول يا رب إني أسألك ترك المنكرات للأسف القلة القليلة فقط من يفعلون هذا معظم الناس اليوم مهتم إما بصحته أو بماله أو بأشيائه الدنيوية أدعيتنا بعيدة جدا عن الآخرة في معظم الحالات أنا أقول إلا ما رحم ربي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات رجاء أخي الحبيب أحفظ معي أنا أريد أن أحفظ أنا وأنت هذا الدعاء اليوم ولا ننساه أبدا حتى نموت إن شاء الله حتى نلقى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحب المساكين يعني يا رب أنا أسألك أن أحب المساكين اليوم نحن نهرب من المساكين وبخاصة أحدنا إذا كان يمتلك المال يمتلك المنصب يمتلك الرزق الكبير تجد أنه يحاول أن يهرب من هؤلاء الفقراء والمساكين طب لماذا؟ هل أنت أهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أهم ممن قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم؟ هل تريد أن تكون على خلق عظيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن يجب أن تحب المساكين يجب أن تتقرب إلى الله بحب المساكين عندما تجد إنسان بائس فقير معدم النبي يقول لك رب أشعث أغبر إنسان مغبر أشعث الشعر ثياب مهترئة ربما تجده في ينام في شارع في طريق ليس لديه أي شيء من هذه الدنيا النبي يقول عن شخص كهذا لو أقسم على الله لأبره لو قال يا رب أنزل المطر ينزل المطر لو قال يا رب كذا يحقق له ذلك هذه الفئة من الناس اليوم أيها الأحبة نريد أن نتقرب منها نريد أن نحب هذا المسكين لأنه سيكون من سادة أهل الجنة ما رأيك؟ المساكين هؤلاء طبعا المؤمنون منهم الإنسان المؤمن الصادق ليس الذي يتكسب ليشتري مثلا قطعة حشيش أو ليشحد ليشتري الخمر مثلا النبي لا يتحدث عن هذه الفئة بل إن المسكين الحقيقي لا تعرفون القرآن يقول عن هؤلاء المساكين والفقراء الذين عدمت لديهم أسباب الحياة على الرغم من ذلك يقول تعالى في حقهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعفف لا يطلب ولكن هو فقير معدم مسكين فأنت عندما تسأل الله حب المساكين اليوم من؟ بالله عليكم يعني قبل أن نتعلم هذا الدعاء من منكم كان كل يوم يتوسل إلى الله ويقول يا رب ألهمني حب المساكين وأكد لكم نسبة قليلة جدا بالعكس اليوم يعني أحدنا يدعو أن يتقرب من الأغنياء من الذين يمتلكون أسباب الدنيا العكس تماما قاعدة انعكست وأن تغفر لي وترحمني إذن أنت الآن فعلت الخيرات وتركت المنكرات وأحببت المساكين وضمنت مغفرة الله ورحمته لأن كل من يدعو بهذا الدعاء وأي دعاء آخر بصدق الله يستجب له ولا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وإذا أردت فتنة في قوم يعني إذا نزل بلاء سيفتن الناس عن دينهم يجعل الناس يكفرون يجعل الناس يضلون فتوفني غير مفتون يا رب إذا كنت تعلم أنني سأكفر لا توفني قبل أن أكفر طيب بالله عليكم من يدعو بمثل هذا الدعاء اليوم من مننا اليوم يقول يا رب إذا كنت تعلم أن هناك فتنة ستنزل وسوف أدخل في هذه الفتنة فأكفر وأفتة فتوفني غير مفتون من يدعو مثل هذا الدعاء هذا دعاء نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه وحفظ عنه ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء بسؤال يقول يا رب وأسألك حبك وحب من يحبك يعني يا رب أرزقني حبك وحب من يحبك يعني من يحب الله الآن أرزقني محبته أعني على أن أتقرب منه وأحبه انظر إلى الفكر النبوي الراقي المليء بالرحمة هذا هو النبي الذي يتهمونه بالإرهاب ويقولون جاء بتعليمات بالسيف والكذا والكذا والقتل وغيرها هل هذا نبي يأمر بالقتل؟ أبدا استحيل ولكن تشويه الإسلام تعلمون يعني الحرب على الإسلام من 1400 سنة مع وجود النبي بدأت بدأت الحرب على هذا النبي الكريم ولا زالت حتى الآن لم يكتفي بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب الله ويحب من يحب الله بل وحب عمل يقرب إلى حبك يعني وأسألك حبك وحب من أحبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إليك يعني مثلا الله يحب الصلاة على وقتها لذلك بناء على هذه الأحاديث الصحابة كانوا يتسابقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله أكيد الصحابة الذي سمع هذا الحديث أو هذا الدعاء أراد أن يطبقه طيب النبي يسأل الله حب عمل يقرب له عز وجل طيب يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها ثم ماذا بر الوالدين ثم ماذا الجهاد في سبيل الله وهكذا فيارب أنت تعلم أنك تحب الصلاة فأعني على أداء هذه الصلاة على وقتها لأتقرب منك أكثر انظر هذا الحديث ليس فيه شيء دنيوي أبدا كله تنتفع به لحظة الموت وبعد الموت المغفرة والرحمة وحتى لدرجة أن النبي عليه الصلاة سأل سأل ربه أن يتوفاه إذا علم أنه سيدخل في فتنة ما يموت كافرا ولا ياذب الله فتوفني غير مفتون فإذن هنا أخي الحبيب يعني رجاء كرر معي هذا الدعاء واحفظ هذا الدعاء رجاء الدعاء يتألف من أقسام يعني اللهم إني أسألك فعل الخيرات رقم واحد إذن أول شيء فعل الخيرات أحفظ معي بنفس الوقت ترك المنكرات يعني الخير والمنكر فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن رقم ثلاثة رقم أربعة وأن تغفر لي وترحمني إذن المغفرة والرحمة أسألك اللهم إني أسألك قلنا ماذا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لي وترحمني خمسة ثم وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون رقم ستة ثم يختم بالحب سبعة وأسألك حبك وحب من يحبك إذن حبك سبعة ثمانية وحب من يحبك نوعين من الحب وأسألك حبك وحب من يحبك سهلة يعني حتى سهلة على اللسان وأسألك حبك وحب من يحبك وأخيرا وحب عمل يقربني إلى حبك أو وحب عمل يقرب إلى حبك تسعة إذن عندي أنا تسعة يعني أدعية يمكن اختصارها في سبعة كما يلي أيضا اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لي وترحمني وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلىك ستة يعني طبعا العدد ليس مهم مهم أخي الحبيب أن تحفظ هذا الدعاء بهذا الترتيب صدقني حياتك ستتغير صدقني ستشعر بالأنس والأمان وستشعر بمحبة الله وستطير بروحك إلى الآخرة لأن اليوم أحد أسباب التعاسى أننا إن غمسنا كثيرا في هذه الدنيا إن غمسنا كثيرا فأصبحنا نلهس وراء المادة ويعني أصبحنا نغوص في مستنقع من الهموم والمشاكل واللهو والعبث فلذلك أخرج نفسك من هذا المستنقع واصعد بروحك إلى السماء إلى الجنة إلى الدار الآخرة وادع دعاء يعني تشعر نفسك وكأنك من أهل الجنة سنختم بهذا الدعاء ويظهر أمامكم على الشاشة الآن إن شاء الله أرجو أن تحفظه أخي الحبيب لا تترك هذا المقطع إلا وأن تحافظه لهذا الدعاء رجاء وسنلتقي إن شاء الله جميعا يوم القيامة وإن شاء الله يعني سنكون مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا هذا الدعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك وطبعا كلنا نحب لقاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كلنا نلتقي في الجنة مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق